مساء الخير على احلى محبين ومتابعين قناة عصابة الكلاب قناة مافيا دوكزي اندكات ان شاء الله النهاردة هكلمكم عن افضل خمس كلاب للحراسة قبل ما نبدأ الفيديو وتنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس وتفعلوا كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد وادعموني طبعا باللايك زي ما انتوا عارفين هنبدأ باول كلب هو مش بالترتيب الجيرمن شبرد طبعا كلنا عارفين كلب الجيرمن شبرد بزكاءه وانه هو من كلاب الحراسة رقم واحد في العالم احنا هنصنفه في الفيديو ده رقم خمسة تمام هنطلع بعد كده رقم اربعة الدوبرمان طب انا نقلت من الجيرمن شبرد للدوبرمان على طول اه انا عايز اقول لكم كلبي احنا فيه فرق بين الكلاب الشارسة وكلاب اللي عندها كوة وكلاب اللي عندها هواية الحراسة اللي هي بالفترة الحراسة بالفترة الدوبرمان رقم اربعة هواية الحراسة عند الدوبرمان عالية اوي اوي بالفترة تمام فيه كلاب تانية شارسة زي البتبول وكده بس الحراسة عندها مش رقم واحد هتقول له ليه هقول لكم في فيديوهات تانية ان شاء الله كده احنا هنجي بقى في رقم ثلاثة رودويلر رودويلر بص راك يعني مالوش حل ما شاء الله في الحراسة شبه الدوبرمان بالزبط هو اصلا يعني هو والدوبرمان احنا بنعتبرهم فئة واحدة او صنف واحدة حتى في الجارية كمان بتاعته ليه جارية التايجر يعني تمام هندخن مع بعض في كلاب الملينو كتير اوي ناس ما تسمعش عن كلاب الملينو كلاب الملينو في الحراسة من افضل كلاب العالم وبيستخدموها برا في الحراسة يعني ما بيستخدموش عنها ويتستغرب ان هم ما بيلجقوش للدوبرمان وما بيلجقوش للرودويلر وبيلجقوه لكلاب الملينو ليه عشان وزنها خفيف وحركتها سريعة جدا وبيلجقوه للجارمان شبهر دوبردو بس بالنسبة لهم كلاب الملينو دي غانتهم عن الجارمان شبهر لان زكاها عالي اوي زكاها عالي اوي وحركتها عالي اوي والطاقة عندها بزيادة الانرجي عندها عالي اوي يعني انت لو جريت كلب ملينو جنب كلب جارمان شبهر لا الملينو عنده الطاقة عالي اوي هنيجي بقى للطب يعني الطب اللي هو الدوجل أرجنتين ده كلب أحراسة رقم واحد شراسة رقم واحد كوة ملهاش حل كوة خيالية كلب زي ما بنقول كلاب البلدي قلبه ميت ما بيتفهمش أي كلب من اللي احنا ذكرناهم من اللي فاته دول باستثناء طبعا في فرقات ما بين الكلاب والتانية مش قعدة بيفكر قبل ما بيهجم كلب الدوجل أرجنتين اللي انتوا شايفينه ده ما بيفكرش حتى لو هو عارف ان اللي هيعمله ده يعني هيموته ما بيفكرش وانا ما شفتش فيديو للكلب الدوجل أرجنتينو يعني بيتهزم فيه او بيأثر في ان هو يعرف في استاد او اي حال لا هي الكلاب رقم واحد في العالم في الحراسة في الصيد في الشراسة زي ما انا قلت لكم كده هي بتنطبع عليه المقولة دي كلب قلبه ميت ما بيفكرش ما بيهوهوش بينفز على طول يعني ما عندوش فكرة ان هو يهوهو على حد يعني يارب الفيديو يكون عجبكم وان شاء الله الفيديوهات اللي جاي هكلمكم عن الكلاب دي بالتفصيل بالزبط أعرفكم على خير بإذن الله في الفيديو اللي جاي هتوحشوني قول حد الفيديو اللي جاي قبل ما نهي الفيديو معاكم مش هفكركم لانتو تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس وانعجبكم الفيديو تدعموني باللايك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته